على قاعدة احترام حرية الانسان وتجنب ما يؤدي لمظاهر التطرف كانت رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وموقفه حول ضرورة احترام حرية الدين سيما مجرى من انتهاك لمشاعر المسلمين والاساء للنبي بحجة التعبير عن الرأي بوتين اعلنها ان لا علاقة بين حرية الابداع والاساء للدين الاسلامي وللرسول محمد عليه الصلاة والسلام لكن هذا الاعلان اخذ ردود فعل دولية وعالمية سيما موقف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي اكد على مسرح به بوتين مرحبا بتثمين الموقف الروسي الذي يؤكد احترام الاخر بحسب تغريدته عبر منصة تويتر نشطاء مسلمون ومن ديانات عدة ثمنوا موقف الرئيس الروسي لما اعتبروه دعما لحرية الانسان واحترامها عبر المنطق وعدم الاساء ما يمنح فكرة تقبل الاخر دون خلق عداء بقناع الابداع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة